يندرج تأسيس مركز الدولي للأبحاث لمنع تجنيه الأطفال بمدينة الدخلة سوف يكتسي حلة جد هامة كون الدخلة سوف تصبح موقعا أو مركزا دوليا يعني يقوم بعمليات الدراسات والأبحاث الجد المعمقة بفضل الكوادر والباحثين في هذا الميدان سوف يصبح كذلك المركز يكتسي تلك الصبغة الدولية كونه سوف يغطي مكاتب جهوية بدول أمريكا اللاتينيا بإفريقيا بدول جني شرق أسيا وبدول أوروبا المركز كذلك سوف يترفع في المحافل الدولية للتعريف بهذه الظاهرة ولفضح الانتهاكات الميليشيات التي تقوم بتجنيد الأطفال وتستغل براءتهم هذا السؤال أعتقده سؤال مهم جدا لأن لدينا آليات للرصد فيها بعض التكنولوجية المتطورة التي سوف تقوم بعملية الرصد الدقيق والعملية الوثائق والأدلة الدامغة التي يعني لا مجال لضحضها أو لعملية تكتيبها فالمركز بثلته من الأكاديميين للباحثين من مختلفين على العالم من متخصصين في الميدان سوف نشتغل على جعل هذا المركز نواتا كذلك نقطة أخرى أود الإشارة إليها هو أن هذا المركز سوف يصبح نواتا لقدوم الباحثين من دولين مثلا إفريقيا دول أمريكا اللاتينية القدوم إلى المركز والاجتغال على أوراق بحثية قد تدوم مثلا أسبوعين أو شيء من هذا القبيل ويقومون بنشر أبحاثهم باسم المركز الدولي لمناهضة تجنيد الأطفال بمدينة الداخلاء